السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد معاكم حنان من قناة شاهد قناة خاصة بالأمومة والطفولة واليوم ان شاء الله سنحضر وجبة غداء رائع جدا وصحية للأطفال الردى اعتداءا من سبعة أشهر لكن طبعا بشرط مراعاة المراحل الصحيحة لإدخال طعم ستوب يعني مش غير كنجي وكنعطي الخضر كاملة للطفل الراضيع في الأول وإنما كانت تبعه واحد المراحل باش ما نضرش الراضيع ديالي وباش يكون تقبل دياله الخضر جيد فبالنسبة لأمه هالثي الله غادي بدو هاد المرحلة هادي واللي ما عارفينش بزاف ديال المعلومات هبطل صندوق الوصف غادي تلقاوه بزاف ديال الفيديوهات اللي تكلمنا فيها وشرحنا فيها وصورنا الطريقة وغادي تستفدو بزاف إذا بالنسبة الخضر اللي غادي استعمال اليوم عندي هنا لوية خضرة عندي مطيشة عندي فلفلة عندي القرع سلاوي عندي بطاطا عندي واحد بصيرة صغيرة وعندي هنا يوح شوية ديال المعدنوس وقطعة ديال الداشش وصافية هي الخضرة ديالي قطعتها كاملة قطعة صغيرة بحالي شفتو عملت هنا المعدنوس بالنسبة للدجاج ما غاديش نعملو ده بحطة تبدأ نطلب الخضرة واحد شوية عاديك ساعة غادي نزيدو غادي نزيدو واحد شوية ديال زيت زيت الزيتون زيت البندية وصافية غادي نعمل خضرة ديالي الطيب وصافية هي الخضرة ديالي بعد ما طابلت هانتو ما كيف كتشوفو قافية واحد شوية ديال الماء قافية هكدا كيجي الحساء ديالي هانتو ما كيف كتشوفو انا ما كانت طحنوش مزيان واحد الملاحظة اخيرة قبل ما نختم الفيديو اه كتير كتير من الامهات كي يعاني ومشكل ديال ان اطفالهم ما كيتقبلوش طعام لي ما مطحنش مزيان وهذا الاشكال هذا كيجي من ان الام ما كتولفش الراضيع دياله للمكالة ما مطحنش مزيان في سن مبكرة فغير يوصل الراضيع لتمانية تسعة اشهور ما نبقاش نطحن مزيان الامهات ما نطحنش الخضرة ديالي تتولي سائلة نخلي فيها هكدا بطاعباينا باش الطفل كي بدي يتعود في سن مبكرة على القطع ديال الخضران قطع ديال الطعام في الفم دياله فما كتلقيش معاه مشكل من بعد اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم اخفيف الضريف الي عجبكم خليوا ليجاين ما تنصفش تزوروا صندوق الوصف وتشوفوا فيديوهاتين والغدائي بنسبة لقاء الامهات اللي عندهم متساؤلات في هات النقطة هذي اي سؤال ايت علي خيوة هالي انتاحيت في التعليقات كنجاوب عليك والشير السلام عليكم